اشتهيت لك هذه التفاحة فقد رويتها بدم وهذا الري يحييها ألا ترى معي يا صهري يا من سأسند على همتك خصري يا صهري آه نعم ألا ترى أن الوقت قد حان لنتباحث في أمر يهمنا نحن الإثنان دعهما يتناجاني قليلا يا طغمص بدور اسمع قلبي كم يدق وصوتي كم يرق أبالفتوح صدقيني ما قلت غير الحق لقد استبدى بي الهوى فأنتقني العشق لقد تجاوزا الحدود ولم أعد أخلى من المزيد هوين عليك ما هي إلا لحظات ويتفرغ إليك لقد مضى النهار بطوله وهو يتغزل بصراحة بدأت أتململ يا ناس يا ناس سأصبح القال والقيل أهم من أحديث المال بدور بدور يا أطيب من نفس الربيع يا أصفى من جنى النحل أما زال لي في قلبك معل هل لك يا زوج الحبيب أن تحتمى قليلا بوالدي فهو إلى جانبك قريب من؟ عم العزيز؟ أنت هنا ونحن لا خبر عندنا؟ نعم نحن هنا منذ حضرتم ولم نغادر مكاننا عفوك يا عمنا واعذرني إذا كنت قد تصرفت تصرفا مسيئة فأنت تعلم أن الشبعان يفت للجائع فتا بطيئة لا بأس لا بأس والآن هل لي أن أتحدث معك على انفراد؟ على انفراد؟ ولماذا لا نتحدث بين العباد؟ لا 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 لقد تعودت أن أناقش الأمور المالية وأنا بكامل راحة نفسية فعلاقة المال عندي علاقة روحية هذه المرة يا عمي صدقت وبالحق نطقت طبعا طبعا ثم إن لكل كلمة من فمك ساقطة أذن في رأس غيرك لاقطة لا تخاف يا بدور فزوجك لن يتخلى عنك أبدا فهو بك مهوس وأنت في عينيه أزهى من الطاوس أبالفتح عد سريعا بدور وهل عهدتني يوما إلا مطيعا؟ كفاك طيشا ومراهقة كالعجوز المطلقة ماذا تقول؟ أقصد دع عنك هذا للأيام اللاحقة والآن أنت تقول إن المال متوفر معك بكثرة أكثر من تمري البصرة إذا ساعتني سأكون إزاءك كالحمل الوديع واعلم أن الزيت في العجين لا يضيع ما طلباتك يا عمي؟ متى وكيف ستعطيني المال لأعيد لك زوجتك في الحال؟ آه اسمع يا عمي كي تبدو المسألة قانونية يجب أولا أن نجد امرأة تدعى ليلى ليلى؟ نعم ليلى زوجة المرحوم الثكلة فهو كان قد أوصل لها بماله عندما شعر بالدنو أجله ما شاء الله؟ ومن أين آتيك بليلى هذه يا رعاك الله؟ المسألة بكل بساطة يا أبا الفتح هدتك ذكيا المعيا فما بالك اليوم تبدو غبيا؟ إنما أقصد يا عمي يا أبا الفتح إذا كنت أريد أن أحتفظ لنفسي بالمال فلما أبحث عن ليلى أو حتى دلال؟ هدئ يا عمي من روعك وفهم ما أروم سنتدبر أمر عطية على أنها ليلى زوجة المرحوم وقد بدلت اسمها إلى عطية عندما اشتغلت في قصرك مربية عطية؟ وما شأن عطية في هذا الموضوع؟ مسألة شكلية ولكنني أنا لا أحبها لا أحبها ولا أرغب فيها ولكن عندما يعود المال إليها ستحبها ومن ثم تتزوجها ولكن قد يغير المال أحوالها فقد تراني أقل شأن منها وتفعل آنذاك ما يخطر على بالها فأخسر ابنتي والمال لا 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 هذه الفكرة لا أقبلها لا إنما أريد المال لنفسي لأسجله باسمي وأتصرف به كما يحل لي بشكل رسمي إذن لم يبقى أمامك إلا أن يشهد لك اثنان من الشهود على أنك الأخ الوحيد للمرحوم هذه فكرة جميلة حسن سأتدبر الأمر مع اثنين من الشهود بعد أن أحشو جيوبهما بالمال والنقود أقول اثنين من علية القوم وليس ممن حولهم أشبهات تحوم مثل من مثلا مثل من شه بندر التجار على سبيل المثال شه بندر التجار لا 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 هذا محال لا محال مع المال إنه يدغدغ الرغبات المكبوتة في الإنسان ولكن شه بندر التجار ليس بحاجة إلى مال حتى حتى ولكن كم ترى أعرض عليه اسمع أعرض عليه نصف التركة هذا نصف التركة نعم نصف التركة وعندما يشهد لصارحك سوف لن ينال من التركة ولا حبة البركة حار معركة يا أبا الفتح حسن ومن هو الشاهد الثاني اسمع هكذا إذن أنت أخو المرحوم نعم نعم هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ولكن العمل بالنية وشهادتك لا تتعدى الحقيقة المبنية على هذه النظرية كيف؟ الإنسان أخوى للإنسان وكلنا أبناء لآدم عليه السلام إذن فأنا حتما أخوى للمرحوم المدفوني تحت الركام يا سلام ولماذا لا أكون أنا مثلا وأنت أيضا شقيقي وعندما تقول الترك لي ستقاسمني يا صديقي ماذا تقول؟ ما سمعت؟ نصف الترك لك والنصف الآخر لي إذا ما شهدت بصالح ولكن الأمر يا طهماز ليس بهذه السهولة فالوصي كبير الحيلة ثم هناك صاحب الشرطة الذي يمثل السلطة دعك من دعك من صاحب الشرطة موظف صغير براتب ضئيل ويقنع بالقليل وخير له أن يمني نفسه بالفوز من الوعاء بلحسة ثم أني سأجعله شاهد الثاني ولكن الأمر يا طهماز يحتاج إلى إثباتات ووثائق وبينات هذا يمكن تدبيره ببعض الليرات فأمر كهذا يحتاج إلى نفقات في هذه الحالة يجب أن تقطع لي العهد وتوفي لي بالعهد أيضا لك أن تطلب الضمان الذي تريد نصف التركة أو يزيد حسنا لك ذلك ثبت ذلك خطيا ليكون الأمر قانونيا كما تريد يا شه بندر إلي بقلم وقرطاص إذن الآن دعني أقبل منك هذا الرأس وأخيرا حصلت على غايتي ومطلبي فيا فرحي ويا طربي صدر حكم القاضي لصالحي وأصبحت التركة ملكي وتحت جانحي مبروك يا أبي ولكن متى ستردني إلى أبي الفتح؟ صرت أخجل أن ألح ليس قبل أن أضع يدي على الجوهر الغالي وأرقد فوقه الأسابيع والليالي ألم تتفق مع أبي الفتح على ذلك وتحدد موعدا؟ لم أبحث هذا الموضوع لا اليوم ولا حتى غدا أرجو أن لا تراوي غاية طماز من يدري هذه المرة فقد لا تسلم الجرة؟ ما شاء الله حكم وأمثال وما دخلك أنت على أي حال؟ معها الحق يا أبي طبعا فسعادة بدور هي غاية ومأربي إنما تسعين للتخلص من ابنتي كي تحكم الطوق حول رقبتي هذا لن يكون هل فهمت؟ ولكنها يا أبي اسكتي أنت ولا تتدخلي يا ابنتي إذن فأنت تنوي أن تغدر بأبي الفتح لا ولكن لا أظنك سترد له زوجته أبدا أتهددين أم تتواعدين؟ شش إذن فعلني علم اليقين أن أبا فتحك الآن تختر أحمتي وفي قبضتي ولن يملك إلا أن يسلمني التركة وفوقها حبة بركة أما عن رد بدور فسيكون هذا الأمر رهن إشارتي ووفق رغبتي إن شئت فعلت وإن شئت امتنعت أتفهمين؟ أتفهمين؟ نعم فهمت وكيف لا أفهمك؟ وقد أمضيت عمري كله أخدمك ترجمة نانسي قنقر